صباح الخير لبسام براك الإعلامي والأستاذ الجامع أهلا وسهلا فيك شكرا بسيئ مبادرة قامت فيها الجامعة الأنتونية اللي حضرتك لكي نستاذ فيها مبادرة اسم علم اللي بدأت من كم سنة عم بيصير السنة تكريم للسيدة نيدال أشعر اشتغلت حضرتك وأشرفت على هالتكريم رح نحكي عنه رح نحكي عن اطلاقه فينا نفرج الكفر تبع الكتاب نحن نحن نحطوه مباشرة عندنا صور كمان هذا إذا بدأ غلاف الكتاب والاحتفالية بـ 23 أيار تكريما لست نيدال الأشقر سيدة المسرح والبرنامج اسم علم مثل معرفة هو هذه السنة 11 النسخة 11 منه صار في نقلة بالجامعة الأنتونية من التكريم للفلاسفي أو الأدباء إلى الفنون أكثر فلما فتشنا عن الفنون نحن نرى دعوة الاحتفالية اسم علم تحت عنوان حكاية نيدال نيدال الأشقر هي عميدة المسرح هي الإمرأة التي حركت ببركانة الداخلة ومن خلال الإخراج والأعمال التي بدأت من زمن الستينيات لليوم اعتبرنا أن الإضاءة على هذه الخشبة التي حملتها على كتافها وبقلبها وبصوتها ضروري يكون في احتفالية تكرم ست نيدال الأشقر ممثلة مخرجة مدربة أيضا مديرة مسرح مؤسسة مسرح ومتحدي لظروف ظروف الحرب ظروف الفساد ظروف إذا بدك إقفال المسرح الأول يلي صار لما كان بكليمانسور جاء نقل على الحمراء فهذه التحديات ما كانت هيني على امرأة عصامية بهالشكل حتى تبقي المسرح واقفا على قدميه نيدال الأشقر امرأة استثنائية طبعا لكن امرأة كمان قوية كنا عم نحكي شوي متمردة هي عندها أدوار بالمتمردة ما هيك عندها المنفيون اللي بتعتقدهم يعني كل هال يعني شو تعلمت عنا كمان لأنه بسيء هالتكريم عملته مقابلة صحيح صورت مقابلة معها ببيتها وبشارع الحمرة وبمسرح المدينة هالمقابلة رح نعرضها ضمن الاحتفالية بجزئين وبيناتهم بيكون الكلمات لرئيس الجامعة لأب جرمانوس جرمانوس كلمة الافتتاح لألي والكلمة الختمية للاسم العالم نيدال الأشقر بالواقع بتعرف منا لما تقابلها كم عندها شغف بطريقة الكلام وبلغة الجسد وقدي عندها ذاكرة قوية محفورة نحن عم نشوف كمان صور لأليها مع رفيق علي أحمد وكتار من الممثلين من تاريخها هالتاريخ جربت أني استعرضوا معها بوقت يسير لأنه تقريبا عندنا خمسة وعشرين دقيقة المقابلة بتعرف قدي عندها وجع وقدي عندها ثورة على هذا الوجع وكم بيئت عينها على لبنان حتى لما تركت هذا الوطن وقديه متعلقة في هذا اللبنان البقعة ضمن المنطقة العربية هي إيمانة بأن لبنان يجب أن لا يتقوقع أن يكون منفتحا على العالم ومن ننسى هي من بيت الأشقر من ذيك المحدي ابنة أسد الأشقر عند عقدته عندها انتماءة للبنان ومن خلال انتماءة للبنان هي منفتحة على العالم العربي ومن شاناك كان محترف الممثلين يلي بالبلدان العربية أسسته لما غابت عن لبنان من بعد تصوير مسلسلات ومن بعد تقديم أعمال مسرحية بسبب ظروف الحرب رفضت بالحرب تقدم أي عمل وقتها ظروف الحرب كانت متمردة على الوضع بعد الحرب وهلأ متمردة على شو يعني نحنا بقي وضع متمردة على إذا بدك السلم بالدولة يلي هو لا يلتفت كثيرا إلى الفن أولا لا يلتفت إلى المسارح نعرف بالحمرة البيكاديلي أقفل باب الأقفل بعد مسرح المدينة موجود إذا بدك هالميم المكتوبة على بوابة مسرحة بتعني مسرح المدينة والمدينة هي المسرح صارت لما تقول الحمرة ما فيك ما تربط ذكرتك بهذا العلم نضال الأشقر وبمسرح المدينة مباشرة قدرت أن بتحديها تخليها المسرح مدينة مفتوحة حتى بالشارع لما تعطي أدوار وتعمل احتفالات وبعد يومين عندها كمان الذكرى التأسيسية لمسرح المدينة اللي بدت تحتفي فيها هو دليل كبير أنه هذه امرأة امرأة من فكر امرأة من شهوة تمثيل من احترافية امرأة من قدرة على العطاء قدرت أنه تبقى ولبل بتقلي بالمقابلة أنه حابة تمضي عقد لعشرين سنة جيين لأكتر تعمل امتداد مش لألة بتقلي إن كنت موجودة ولا لا للشباب بهم جيل الشباب يجي يتمرن على المسرح شرحت على المسرح وشفت عم تمرن كتير من الصبايا والشباب هذا يعني كم هي قلقة على المستقبل الفني في حال كانت موجودة أو لا بهم هذا الإرث يكون للجيل الطالع على كل حال نجحت بإدارة مسرح المدينة مؤخرا يعني في كتير أعمال شبابية في كتير عم تعطي وقت تقدم مسرحها لمشاريع عديدة بلك ما فيها إذا بيصحة الكلام أنه أموال أو برجت كبير ما فيها ميزانية عادية ولكن تسمح لهم مشاريع موسيقية مشاريع غنائية مشاريع تمثلية مشاريع للأداء هي حاضرة وموجودة دايما لحتى تدعمها بكل ما أتيت من قوة واندفاعة للعمل الفني اللي بتآمن فيه ما فيك تفصل نضال أشقر عن المسرح والكتاب يلي شفنا من شوي كمان غلافه كنت عم بتقلي حكاية نضال هذه القصة الجميلة وكتب فيه أربعين شخص تقريبا يعني عم نحكي عن أعليم وفنانين وناس عاصروا نضال الأشقر وناس هني أصدقاء لأله كتبوا عن تاريخها وعن مسيرتها ما في حدا إلا ما بيضوي على هذه الأيقونة على النضال ضمن النضال وضمن اسم نضال على المغامرة على المتحدية على زنوبيا اللي هي مثلت دور زنوبيا أيضا اللي هي مثلت دور الاعتماد اللي هي مثلت أدوار كتير تمارة كنا نشهدها بالأبيض وأسود على الشاشة واليوم عم نشهدها بألوان مختلفة ضمن مسرح المدينة قدرت تعرف إذا بعد عندها هالشغف للمسرح كممثلي لأنه كمدير المسرح نعم وكمدربي نعم ما بيموت التمثيل جوات الإنسان مثل ما بتموت الكاميرا جواتك مثل ما بيموت أي عمل بتبدأ فيه يعني هي تبرعمت فيه وتفتحت من خلال العمل ونعرف أنه درست ببريطانيا بالمعهد العالي عند جون ليتلوود هي اللي قدرت أن تعيش هالمسرح جواتها لذلك اليوم نضال الأشقر ما عندها الامتداد أنه هي تمثل لكن خاصة الجامعة الأنطونية بهالكتاب بمسرحيتها الجديدة اللي بدأت تعرضها اللي هي سيرة ذاتية والناس رح يقدروا يقروا هذه الذاكرة عن نضال الأشقر بالكتاب هلأ قبل ما ينعرض برمضان العمل رح تطلع على المسرح نضال الأشقر وتخبر سيرته تخبر عن بيته عن بيل كان إذا بدك ناشط وشبابي ويهرب من مكان إلى مكان لأنه كان متمرد على الدولة تحكي عن الناس اللي كانت إما تصطيفهم ببيتها كانوا لاجئين من الثوار بدأت تحكي عن فتوتها عن بداياتها بإنجليترا عن رجعتها على بيروت كلهم موجودين ورح تقرأ وتقدم مثل ما عم نشوفها هون هذه بالمقابلة كمان ورح يكون في معا غناء ضمن العمل المسرحي أول الحب عشب على حزر أمهات يقفنا على خيط نال وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلولة سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيب يقلد صربا من الكائنات كتافات شعب لمن يصعدون إلى حدفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على المستوى الشخصي بسام أكيد سيدة بتعرفها بس شو تعلمت من هالتجيبية قدت تقربت منها لأنا عم تحكي هلأ بالفعل أني ضال يعني شفتها بنهار التصوير شفتها كيف بتلحق على أكتر من أمر إن كان بالمسرح أو ببيتها كيف هي عندها معجونة بالعمل المسرحي بعتبر أنه الإنسان ما لازم يقول يمكن تخطيت وقت عشر سنين عشر سنين من العمل عشرين سنة وأكتر لا بدك تظلك دايما تعتبر أنك واقف عند العتبة تستطيع تفوت على هالمجال الواسع تتوصل إلى النجمة الباهرة مثل ما اكتبت عنا بالغلاف أنه هي أمرأة من النساء الرائدات يلزمك دوما النظر إلى الأعلى لتقرأ حكايتهن وتتعلم منهن الارتقاء وتسلق الصعاب حتى النجمة الباهرة من شنيك رح تكون هي نجمة الجامعة الأنطونية بـ 23 الشهر والمدعوين كلهم من المثقفين طبعا ومن الجامعيين ومن الفنانين ورح يكون هالعرض ختامه من بعد ما نعرض المقابلة تسليم الريش الفضية من الجامعة الأنطونية لست نضال الأشقر ورفع اسمه عن جدارية المسرح نضال الأشقر حكاية نضال اسم علم في الجامعة الأنطونية وللبنان طبعا وللمنطقة العربية ويريت الدولة ترجع تلتفت أكتر إلى هذه المسارح ولسيما مسرح المدينة خاصة مسرح المدينة لكن 23 الشهر تكريم خاص بالجامعة نعم اسم علم لدى الأشقر وللأقدم لكل الحضور هذا الكتاب يحوي أربعين الشهداء بالقلم بس بدي أقول أنه هو ثلاث أجزاء الأقلام اليوم حكاية اليوم لأنه كتبوا على الجديد فيه من أرشيف مسرح المدينة جمعت هذه الأوراق وأعدنا تحبيرها من جديد تتكون ذاكرة لدى الأشقر وعنا بالكتاب أي الحكاية بأقلام الأمس وبالآخر في حكاية مسرح نضال عرض المسرحية الجديدة وكمان مقاطع من كارت بلانش المسرحية التي عرضتها سابقا شكرا وأحر والتحيات مع كثير من المحبة من أمسي لسة نضال ومنشكر نجاح مع الأنطونية على النضال الثقافي بهذا الزمن شكرا لهالمقابلة ريك ومنستقبل طريق سويد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر